أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فمع بدء هذا اللقاء الذي يأتي ضمن الدورة العلمية دورة الأترجة مع بدايته أرحب بكم وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاءً عامرًا بالعلم النافع وأن يجعله لقاءً شاهدًا لنا لا علينا كما أسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كما أني أتوجَّه بالشكر الجزير للقائمين على هذه الدورة العلمية على ما بذلوه من الجهد والوقت في تنظيم هذه الدورة وإعدادها فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن لا يحرمهم الأجر وأن يضاعف لهم المثوبة وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وذرياتهم ثم إن سنبدأ هذا اللقاء العلمي بمدارسة سورة غافر وقد جرت طريقة أهل العلم عند بدئهم في تفسير سورة من سور القرآن الكريم أن يُعرِّفوا بهذه السورة تعريفًا مختصرًا مُجملًا هذه السورة تُسمَّى سُورة غافر لذكر لفظ غافر فيها في أورها كما أنها تُسمَّى سُورة المؤمن لذكر خبر المؤمن من آل فرعون على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهذه السورة سورةٌ مكيَّة بإجماع أهل العلم ووقع لبعض السلف استثناء آيتين أو ثلاث منها والصحيح كما ذكر ابن عطية وغيره أن هذه السورة كلها سورة مكيَّة من أولها إلى آخرها بل الذي يظهر أيضًا أن هذه السورة متقدمة في النزول من السور المكيَّة التي تقدَّم نزولها دل على ذلك ما رواه البخاري وغيره في خبرٍ طويل وفيه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشدَّ ما لقي من كفار مكة فذكر أنه مرةً كان بفناء الكعبة إذ أقبل عليه عُقبة ابن أبي معيط أخزاه الله فتعرَّضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبَه وخنقَه وجرَّه جرًا شديدًا والنبي لا يستطيع الانتصار منه ولا ينصره أحد حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مسرعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلَّصَه منه وهو يقول أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فذكر هذه الجزء من الآية الموجودة في هذه السورة الكريمة جاء في روايةٍ أخرى عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وفيها أن هذه الواقعة وقعت بعد وفاة أبي طالب بثلاث ليالي ونحن نعلم أن وفاة أبي طالب تقدَّمت فهذا يدلُّك على أن هذه السورة قد تقدَّم نزولها ثم أيضًا هذه السورة تُسمَّى في ضمن عددٍ من السور تُسمَّى الحواميم وسمِّت بذلك لأنها ابتُدئت بالحروف المُقطعة حاميم وهي سورة غافر وسورة فُصلة والشورى والزُخرف والدُخان والأحقاف والجاثية هذه السور تُسمَّى سُور الحواميم وقد ورد في فضلها مجتمعةً آثارٌ موقوفة ومرفوعة ولكنها لا تخلو من مقال فمما ورد فيها أنها ديباج القرآن ومما ورد أيضًا أنها ثمرة القرآن ولكن كما ذكرت أن هذه الآثار لا تخلو من مقال وأما موضوع هذه السورة الكريمة فالحقيقة يظهر عند التأمل في آياتها أنها نزلت والحديث فيها عن تسرية النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشكهم في نبوته عليه الصلاة والسلام وسيظهر لنا عند استعراض هذه السورة الكريمة ما يدلُّ على ذلك فجانب التسرية فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبيره وتثبيت فؤاده والربط على قلبه بيّن فيها كما أن الرد على المشركين وبيان ظلالهم وانحرافهم حين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا فيه وترددوا فيما أنزل عليه سيظهر ذلك إن شاء الله جلياً قول الله عز وجل في أول السورة حاميم هذه الحروف المقطعة لعله قد مر بكم في أثناء هذه الدورة المباركة استعراض الخلاف بين أهل العلم في هذه الحروف المقطعة فيها خلاف طويل بين أهل العلم يزيد عن ثلاثين قولاً في هذه الحروف بين أقوال وآراء متعددة وكلها جارية مجرى الاجتهاد والنظر ليس فيها شيء عن المعصوم بل هي اجتهاد من المفسرين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من المفسرين والله أعلم بمراده من هذه الأحرف إلا أن لذكرها حكمة ولا شك وتلوح هذه الحكمة حينما نعلم أن هذه الأحرف المقطعة قد استفتحت بها ثلاثون سورة من القرآن الكريم ثلاثون سورة استفتحت بها هذه الحروف المقطعة وأشير في كلها وأشير فيها جميعاً إلى القرآن الكريم فبعد أن تذكر هذه الحروف يشار بعدها إلى القرآن الكريم إلا أربع سور منها وهي سورة مريم والعنكبوت والروم والقلم فإنه لم ترد الإشارة إلى القرآن الكريم بعد ذكر الحروف مباشرة وإنما أشير إلى القرآن الكريم في أثناء هذه السور الكريمة ومما يلوح من هذا المعنى الدلالة على إعجاز القرآن الكريم وتحدي العرب وهم الذين يعني بلغوا الغاية في الفصاحة ولا يدانيهم أحد في الفصاحة وأبلغوا ما يفتخرون به وأعظم ما يتنافسون عليه هو فصاحة اللسان وبلاغة المنطق فتشير هذه الحروف إلى أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله أنتم أيها العرب يا من بلغتم هذا الشأوى في اللغة لا تستطيعون أن تعارضوه وقد تحداهم أن يعارضوا بمثله أو بعشر سور بل بسورة واحد فما استطاع أحد منهم أن يعالم مع أنه مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها هذه الحروف التي استفتحت بها هذه السور الكريمة فإذا من حكمة الإشارة إلى القرآن الكريم بعد هذه الحروف من الحكمة إظهار عجز المشركين وعدم قدرتهم على المجيء بمثل هذا الكتاب العزيز قوله بعد ذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم أحب أن أشير إلى أن هذه السورة الكريمة التي سنتدارسها في هذا اللقاء والسورة التي تليها وهي سورة فُصِّلت من السور المكية ويغلب على السور المكية في غالبها أن الخلافة في مسائلها بين أهل العلم من المفسرين قليل فالخلاف ومسائل الاختلاف بين المفسرين حتى في المعاني قليل ولهذا سيكون مرورنا على هذه الآيات مروراً سريعاً نمر عليها مرور الكرام وسنقف عند بعض المعاني والفوائد التي تدل عليها هذه الآيات الكريمة قوله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لفظ التنزيل كما يشير بعض أهل العلم إلى أن لفظ التنزيل يدل على نزور الشيء شيئاً فشيئاً وهذا حال القرآن الكريم فإنه أنزل نجوماً وأنزل شيئاً فشيئاً طوال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقوله تنزيل الكتاب هذا دلال على أن حينما يطلق لفظ الكتاب في القرآن الكريم فإن المراد به القرآن إذا أطلق لفظ الكتاب فإنه ينصرف مباشرة إلى القرآن الكريم الذي ختم الله به كتبه إلا إن دلت إلا إن دل دليل على تخصيص غيره أو جاءت قرينة في السياق تدل على أن المراد غيره قوله تنزيل كتاب من الله العزيز العليم ختم الآية الكريمة بهذين الإسمين الكريمين تعريض بمن شك وكذب بهذا الكتاب وبمن أنزل عليه فإن هذا الكتاب هو التنزيل العزيز الذي لا يقهر الذي له الملك والتصرف والعليم أيضاً بأحوال خلقه بأحوال المؤمنين وأحوال المكذبين قوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير هذه الأوصاف التي ذكرت لله عز وجل أيضاً فيها ذكر الشيء ومقابلها الصفة ومقابلها غافر الذنب وقابل التوب وفي مقابلها شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ففيها جانب الترغيب والترهيب وهذا معنى كون القرآن من أحد معاني كون القرآن مثاني أنه يذكر الشيء ومقابله تذكر الجنة ومقابلها النار يذكر المؤمنون ومقابلهم الكفار يذكر النعيم ومقابله العذاب وهكذا فهذا من أحد معاني كون القرآن مثاني يعني يذكر الشيء ويثنى ما ما يقابلهم قوله ذي الطول يعني السعة والفضل سبحانه وبحمده فهو غافر الذنب للمستغفرين وقابل التوب منهم ونلحظ أن الآية الكريمة قدم فيها مغفرة الذنب قبل ذكر قبول التوبة مع أن مغفرة الذنب فرع عن قبول عن قبول التوبة وهذا التقديم للاهتمام بمعنى مغفرة الذنب لأنه إذا قبل توبتك فقد غافر ذنبك وهذا هو المقصود أن يغفر أن يغفر الذنب ولذلك قدم من باب الاهتمام من باب الاهتمام به ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هذا الاستفتاح السورة الكريمة هذا الاستفتاح القوي في ألفاظه في دلالاته في معانيه يشير إلى مقصود إلى مقصود السورة ولذلك يقول ابن عاشور رحمه الله يقول استفتحت السورة بهذه الأغراض والأوصاف وهذا من كمال من كمال ما يطلب من فواتح الأغراض مما يسمى براعة المطلع والاستهلال فهذا الاستهلال الذي استهلت به السورة بالغ القوة بالغ المعنى والدلال على ما سيأتي ذكره في أثناء في أثناء هذه السورة ولذلك جاء بعدها مباشرة قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد فهذا استئناف بياني نشأ عن قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فكأن أحدا يقول إذا كان هذا صفة القرآن وأنه تنزيل من العزيز العليم فما بال أولئك المكذبين ما بال أولئك الشكين في هذا الكتاب فيأتي الجواب والبيان يقال له ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا هؤلاء فقط هم الذين يجادلون في آيات الله في هذا الكتاب العزيز ثم قال عز وجل فلا يغررك تقلبهم في البلاد وهذا إشارة إلى أن المؤمن عليه أن لا ينخدع بما عليه أهل الكفر من زخر في الدنيا من التقلب فيها من التمكن من أسبابها ووسائلها فإن ذلك زينة والدنيا كلها غرور متاع متاع الغرور ولهذا فالله عز وجل لأن هذه الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة يعطيها من أحب ومن لم يحب أما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من أحب ولذلك لا ننغر حينما نرى أهل الكفر قد تسلطوا في الأرض وأصبحت لهم القوة والمنعة فإن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولذلك يجب أن لا نخدع وأن لا نغر حينما نراهم في تسلط وفي قوة وفي وفي تمكن منها لماذا لا نغر يقول عز وجل كذبت قابلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب إن تقلب هؤلاء الكفار في الدنيا وتمكنوا من أسبابها ووسائلها فإن من قبلهم من الأمم التي كانت أعظم منهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كل هؤلاء قد كذبوا رسول الله عز وجل فكان مصيرهم وجزاؤهم أن عاقبهم الله وأخذهم قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ومن بعدهم الأحزاب هذا لفظ يطلق على كل أمم أمة كذبت رسولها وتحزبت عليه يعني اجتمعت على تكذيبه ومعاندته تسمى أحزابا كل الأمم التي تحزبت على رسولها وكذبت داخلة في هذا في هذا اللفظ في لفظ الأحزاب قوله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا أصل الأخذ من الألفاظ العامة التي يطلق ويراد بها الأسر ويقال أخيذ بني فلان يعني أسيرهم ويطلق ويراد به التعذيب فأخذتهم فكيف كان عقب يعني عذبتهم ويطلق ويراد به القتل أيضا وهذه المعاني كلها مرادة في الآية فأخذتهم بمعنى عذبتهم وبمعنى أهلكتهم فالآية دال على هذه المعاني كلها قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق قوله جادلوا بالباطل لأن هناك جدال لا يكون بالباطل وإنما جدال بالتي هي أحسن قوله بالباطل الباء هذه تسمى باء الملابسة يعني كأن الباطل وهم يجادلون كأن الباطل أصبح لباسا لهم فهم عارين عن أي صورة من صور الحق عارين عن أي صورة من صور العدل في جدالهم بل جدال بل جدالهم متلبس بالباطل وهذه معنى باء الملابسة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق الدحض الإزالة أصل الدحض الإزالة جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق يعني ليزيلوا الحق عن مكانه ويبعدوه فأخذتهم فكيف كان عقاب هذا الاستفهام مقصود به التهويل والتعظيم كيف كان عقاب يعني كيف كان عقوبتي لهم كانت عقوبة عظيمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة فيها دلال على أن الغالب الأمم قد كذبت رسلها وأعرضت عنهم ولم تقبل الحق وهذا معنى قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وفيها أيضا من فوائدها ودلالاتها أن من صفة أهل الباطل والتكذيب أنهم يجادلون بغير حق ويجادلون بالباطل وهذا إذا نظرنا في أحوال الناس وفي أحوال أهل الباطل سنجد أن هذه صفة لا تبارحهم نادر من يوجد من أهل الباطل من يجادل وهو يريد أن يصل إلى الحق ويهدى إليه بل الغالب والأصل فيهم أنهم يجادلون وقصدهم الباطل ولهذا يحرمون من التوفيق فلا يوفقون إلى الحق ولا يهدون إليه مع أن الآيات أمامهم بينة واضح والحجج ظاهرة ومع ذلك لا يهدون إليه لأن قصدهم الباطل وليس الحق قوله عز وجل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب أصحاب النار وهذه فيها إشارة إلى أن إلى أن من قضاء الله عز وجل أن الذين كفروا أن الله قد حكم وقضى بأن العذاب بأنهم أصحاب النار وأنهم يصلون النار وأنهم يدخلونها فيقيمون فيها ويلازمونها لأنه قال أصحاب النار وأصل المصاحبة الملازمة فهم أصحابها الملازمون لها الذين لا يبرحونهم ثم قال عز وجل بعد ذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم لما ذكر حال المكذبين لرسل الله المعرضين عن دينه وما نزل به من العقوبة أعقب ذلك بذكر صفة من صفات خلق الله المطيعين له المخبثين له المنيبين له وهم الملائكة ليشير إلى صورة مقابلة من صور فقابل التكذيب والكفر بذكر الملائكة وما هم فيه من العبادة لله عز وجل ليشير إلى أن الله عز وجل حينما دعاهم إلى الهدى وأمرهم به ودلهم عليه ليس لحاجة فيهم بل له عز وجل الكمال المطلق والغنى سبحانه بحمده ولهذا ذكر أن له من الملائكة الكرام من يعبده ويسبحه آناء الليل وأطراف النهار ولذلك قال الذين يحملون العرش ومن حوله وذكر حملة العرش وهم من أكرم الملائكة ومن حولهم ذكر نص عليهم لأنهم من أكرم الملائكة وأشرفهم ولهذا نص عليهم في الآية في الآية الكريمة وهم خلق عظيم تبارك الله الذي خلقهم يعني قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وغيره بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش يقول عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام شحمة الأذن طرف الأذن إلى عاتقه يعني إلى منكبه مسيرة سبعمائة عام يعني ما يقطعها السائر إلا في سبعمائة عام فقط هذا القدر الذي بين شحمة أذنه وعاتقه فكيف بخلقه كله فهم خلق عظيم هؤلاء الخلق العظيم يسبحون الله عز وجل آناء الليل وأطراف وأطراف النهار فهؤلاء يسبحون الله يعني ينزهونه ويعظمونه هذه أول وظائفهم تسبيح الله وتنزيه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا وأيضا من وظائفهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وهذا أيها الإخوة مقام عظيم يعني أن هؤلاء الملائكة الكرام حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا ويدعون لهم بأن يغفر الله لهم بل يدعون لهم ولذريتهم وآبائهم ماذا من دعائهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات هذه الدعوات الكريمة من هؤلاء الملائكة الكرام تضمنت دعواتهم معاني عظيمة أولا أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويكفي الإنسان شعوره أن يعلم أن هناك ملائكة لله آناء الليل وأطراف النهار يستغفرون له أنت نائم في فراشك وهؤلاء الملائكة يستغفرون لك أنت تكدح في عملك وهؤلاء الملائكة يستغفرون لك يستغفرون الذين آمنوا ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وهذا من السنن أن المرأة أن يقدم بين يدي دعائه تعظيم الله عز وجل فيذكر صفات يذكر بعض صفات الله عز وجل مما يليق بالمقام ومما يتناسب مع حاجته ومطلبه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن جنات عدن المقصود بها حينما قال عز وجل جنات عدن أصل العدن الإقامة الطويلة والمكث الطويل يعني الجنات التي إذا دخلها أهلها مكثوا فيها فلم يبارحوها جنات عدن التي وعدتهم ثم قالوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن فضل الله عز وجل على المؤمنين أن يلحق بهم ذرياتهم وأزواجهم حتى ولو لم يبلغوا مبلغهم في العلم والعمل وهذا من فضل الله عز وجل والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم يعني نرفع الذرية إلى مقام الآباء وإن كانوا أقل منهم عملا وإن كانوا أقل منهم درجة وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم كذلك يدعون الله عز وجل أن يصرف المؤمنين عن السيئات وأسبابها الموصلة إليها لأن من وقي السيئات فقد رحم لأنه سيعصم عندئذ من من أسباب من أسباب العقوبة وغضب وغضب الله عز وجل ونلحظ هنا أن دخول الجنة ليس بعمل المرء لا ينال المرء الجنة بعمله بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأدناه من الله منزله لن يدخل الجنة بعمله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله حتى قام أحد الصحابة فقال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني له برحمته فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل فنسأل الله من رحمته وفضله وإحسانه ثم قال عز وجل بعد ذلك وقبل هذا قوله عز وجل وذلك هو الفوز العظيم دلالة على أن الفوز الحقيقي هو دخول الجنة وتأملوا ذكر الفوز العظيم في مقابل فلا يغررك تقلبهم في البلاد ذاك غرور ونعيم زائل لكن في مقابله الجنة وهي الفوز الفوز العظيم نسأل الله من فضله وكرمه قال عز وجل بعد ذلك إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتي وأحييتنا ثنتي فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ينادون النداء هنا تعددت صوره قد ينادون في الدنيا وقد يكون النداء في قبورهم وقد يكون النداء في الآخرة يوم العرض على الله وذلك كله مناسب لمعنى ندائهم ومقتهم وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر المقت أشد الغضب المقت أشد الغضب فهو أعلى صور صور الغضب ولماذا ينادون بهذا النداء لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم جاء بيانه قال إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون تدعون إلى الإيمان بالله عز وجل فتكفرون وتكذبون ولأجل ذلك استحقوا المقت وقوله عز وجل ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يعني أن السخط الله عليكم وغضبه عليكم أشد من غضبكم على أنفسكم وذلك يوم القيامة حينما يرون مصيرهم ويرون النار التي أعدت لهم فيمقتون أنفسهم لما لم يقبلوا الهدى لما جاءهم لما لم يؤمنوا بالله ورسله فيأتيهم النداء أن مقت الله غضب الله عليكم أشد حتى من غضبكم على أنفسكم قالوا ربنا يعني قال أهل النار ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قد وقع خلاف بين أهل العلم في معنى الموتتين وما يلزم عليها من الحياتين على قولين القول الأول أن المراد بالموتة الأولى حينما كانوا نطفا في أصلاب آبائهم كانوا نطفا في أصلاب آباء هذه موت والحياة المقابلة لها هي إحياؤهم وهذه الحياة بأن جعلهم في بطني أمهاتهم ثم تدرجوا في الحياة بعد ذلك وتطوروا فيها وعلى هذا فالموتة الثانية هي الموتة المعروفة من الدنيا والحياة الثانية هي الحياة يوم القيامة وهذا القول ينسب إلى جمهور المفسري ينسب إلى جمهور المفسري القول الثاني الذي قال به السدي قال إن الموتة الأولى هي الموتة المعروفة التي يموتها كل الخلق وعليه فالحياة بعدها هي الحياة في القبر ويستدل على ذلك بأن المرأة في القبر يعذب وينعم وأنه في القبر كما جاء في الحديث ترد عليه روحه ويسأل الأسئلة الثلاثة المعروفة قال هذا دلالة على أن المقصود بها هذه الموتة والحياة في القبر طيب ثم بعد ذلك إذا سئل يموت الموتة الثانية في القبر ما هي الحياة الثانية على هذا القول هي الحياة الثانية التي في البعث البعث للجزاء والحسن هذان قولان في المسألة والقول الأول هو قول الجمهور وغالب المفسرين على هذا على هذا القول وقوله عز وجل قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا يقولوا نحن أقررنا يا ربنا بأنك قد أمتنا ثنتين وأحييتنا ثنتين واعترفنا بخطأنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يسألون الله عز وجل يريدون الخروج من هذا العذاب الذي هم فيه وتأملوا قالوا هل إلى خروج يريدون فقط الخروج إلى أين لم يطلبوا وما مصير هذا الخروج وإلى أين يكون وكيف يكون وإلى أي سبيل لم يسألوا فقط يريدون الخروج عن هذا العذاب الذي هم فيه وهذا يدلك على أنهم في عذاب عظيم حتى لم يفكروا فيما يريدون بعد الخروج فقط يريدون مجرد الخروج هل إلى خروج من سبيل لكن هذا يدلك على أن الاعتراف والإقرار بعد فواتي محله لا ينفع ما ينفع صاحبه هؤلاء يقروا واعترفوا لكن بعد فواتي محله الاعتراف والإقرار العاقل هو الذي يقر ويعترف حينما ينفعهم هذا الإقرار وهذا وهذا الاعتراف قال الله عز وجل الآن هم ألم يسألوا سؤالا قالوا فهل إلى خروج من سبيل ماذا كان الجواب هل نفى خروجهم أو رد عليهم بما يدل على عدم إجابتهم إلى طلبهم كلا وإنما قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتهم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير لم يجبهم إلى طلبهم لم يرد عليهم حتى بأن يقول لهم ما يشعر برد طلبهم هذا وعدم الاستجابة إليه بل عدل عن ذلك ليبين سبب العذاب الذي نزل بهم وهم يعرفونهم جلنا قالوا اعترفنا بذنوبنا لكن ذكر هذا مرة أخرى وإعادته من باب التبكيت لهم من باب التبكيت لهم بسبب كفرهم الذي استحقوا به هذه العقوبة ونلحظ هنا أن الله قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا التعبير بصيغة المضارع في الآية دلالة على التجدد الكفر منهم يعني الآية فيها دلالة على معنى كلما يدعى إلى الله تكذب وكلما يشرك به تؤمنوا ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث بل هذه صفتكم وذاك دأبكم وديدنكم فأنتم استحققتم دخول النار عن جدارة لأنه كلما دعي الله وحده كفرتم وكلما أشرك به آمنت قوله عز وجل هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر بعض مظاهر فضل الله عز وجل وإنعامه على خلقه وإحسانه عليهم والآيات التي ستأتي بعد ذلك تشير إلى هذه المعاني معاني إحسان الله عز وجل وفضله على خلقه ولعلنا إن شاء الله نبدأ بها في اللقاء القادم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله نستغفر ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك